الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا الكرامة على وسهلا بيكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة أكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الأقلي هنرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات المغرضة لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فاللهما صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس بعد قبل ما أبدأ هول فيديو أنا بنبه وبنصح إخواتي الزمالكوية المحترمين حافظ على أعصابك وما تتفرجش على الفيديو ده لأن الفيديو ده في حاجات هتزعلك كتير فبلاش تكمل معنا وبلاش تتفرج على الفيديو وأخواتنا الأهلوية طبعا أنتم عارفين بتعملوا إيه لايك على قد ما نقدر عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا نهاردة النادي الأهلي بيتعادل في مباراة نبهنا قبل كده وإن مباراة صعبة لكن الأهلي يتعادل بفعل فاعل المباراة تكلمنا على الحاجات دي كتير لكن اللي مش مستغرب له كمية الفرحة والسعادة واللي بتوصل لدرجة الصراخ والنشوة لدى جماهير النادي المنافس أنا عارف عارف ومتأكد أن أنا كنادي أهلي حطيت عليك كتير أن أنا كنادي أهلي دست عليك كتير وبالجامد فطبيعي جدا طبيعي جدا مصدر ساعتك الوحيد في الحياة هو لما الأهلي بيتعثر دي حاجة معروفة للكل على فكرة يعني ما مصدر سعادة المشجع المنافس أن الأهلي يقع بس هل نادي بيعرف يفرحه لا والدليل أنه بيجي لحد عندي ستوب كيف يفتحش بقه ليه ما بيفتحش بقه لأنه بيشيل بالال4 والال5 والال6 وعارف هو اللي بيحصل معاي لكن كمية فرحة وشماتة رهيبة رهيبة من جمهور النادي المنافس لمجرد أن النادي الأهلي تعادل أنا كمصطفى كمشجع هلاوي ما أفضر ده كله لكن اللي مش قادر أفهمه اللي مش قادر أفهمه يعني هتفضلوا لحد أنت تفخم في أندية ومتعرفش تفخم في نديك يعني نفسي مثلا تيجي في يوم الأيام كده تقول ايه برافو زمالك كسبنا الأهلي لا أنت ما تقدرش تعملها وانت عارف إمتك إيه وآخرك إيه مع النادي الأهلي أخرك يعني يوم ما يبقى منفوخ في صورتك تبقى تتعادل يوم ما جيبلك الحكام والتحاد الكرة وجيشلك الدنيا دي كلها معاك تعرف تتعادل مع النادي الأهلي كده لم تتعرفش تعمل حاجة فمصدر ساعدتك ومصدر فرحك وإلهامك هو أن النادي الأهلي أي فرقة تانية تقدر تتعادل تكسب النادي الأهلي عن طريق أخطاء عن طريق حكام أي أن كان المهم أنت تفرح في الحياة ففرحته النهاردة افرحه زيته زقطته لأن الناديك ما بيعرفش يفرحك احنا مصدر الفرح والسعادة بالنسبة لك عايز أقول لك النهاردة واحد مثلا زي إسلام علوي قال لك إيه قال لك وما حد شاهد ملوك التسعين يا أولاد لا يا حبيبي ملوك التسعين موجودين بس في حاجة اسمها إرهاق في حاجة اسمها إجهاد في حاجة اسمها أن المدير الفني ما كانش شاهد قدامه النهاردة نزل بتشكيل غريب وأخطاء في التشكيل وتأليف في طريقة اللعب وكل حاجة فمكسبتش لكن ملوك التسعين هيفضله دايسين على وشك يا إسلام ملوك التسعين هيفضله حطين عليك يا إسلام بمقبل كرة نهاردة يا إسلام لما بلعبك بديك بالخمسة والستة هم دول ملوك التسعين ملوك التسعين اللي أنت بتتكلم عنهم في البطولات القرية أضعاف الأرقام بتاعتك أنا وأخد عشرة دورة يا أبطال أنت وأخد خمسة وأخد تمانية كاس سوبرا أفريق أنت وأخد أربعة فلما هتيجي تتكلم هتلاقي النادي الأهلي دايس عليك بالضعف أي أرقام هتلاقي الأهلي أرقامه دعف أرقام ناديك فالأهلي ملوك التسعين غزبة عنك وما فيش فرقة في العالم يا إسلام ما بيكونش ليها كيرف بيقع ما بيكونش ليها ماتشوت كده مش بتاعتها عادي جداً لكن المنتهى البجاحة والوقاحة أن الناس يبقى متدسع عليها في آخر ماتش بالخمسة وتيجي النهاردة تزقطط وتتنطط وتقولك هو فين الأهلي وفين ملوك التسعين على نروح له كابتن رضا عبد العقل كابتن رضا عبد العقل بيعجبني جداً تحليلاته على الرغم أنه أنا شايفه واحد من الناس إمكانياته الفنية لا تؤهله أنه يحل الأداء مدربين وخصوصاً لو كان المدربين دول في لفل أعلى منه لكن لكن النهاردة رد فعل رضا عبد العقل بعد مباراة النادي الأهلي وفيوتشر قالك أنا سعيد أنا مبسوط أنا مرتاح مرتاح من إيه كابتن رضا قالك مسماني بقالي سنتين بقولكو مسماني تعبان ومسماني بتاع سمين ومسماني ده آخر يقف في شادر سمك ومسماني مش مدرب كورة وهيوقع الأهلي وهيغرى الأهلي أهو أنت يا أهلوية ما بتسمعوش الكلام حقيقة الأمر كابتن رضا عبد العقل إحنا ردنا عليك في الموضوع مسماني وهل مسماني بتاع سمين ولا مش بتاع سمين قالك مسماني بيترنح والتغييرات بتاعته كسكوسي على حموسي تخيل أنت واحد بيطلع في الإعلام عشان يقولك تغييرات مسماني كسكوسي على حموسي كلهم لغبط على بعضه أنا بتفق مع رضا عبد العقل أن مسماني النهاردة كان تغييراته كلها غلط في غلط لما يبقى عندي النهاردة وده على لسان رضا عبد العقل لما يبقى عندك النهاردة أحمد عبد القادر اللي فنيا واقف على رجله ويفصل في ماتش النهاردة خمسة ستة سبعة من أفشا اللي مستهلك تماما اللي مش قادر يرفع رجله في الملعب تماما وتطلع أحمد عبد القادر نجمل أهل في الشوت الأول نجمل أهل في الشوت الأول تطلعه ومصدر الخطورة كلها تطلعه وتسيب محمد مجد أفشا في الملعب إذن أنت مدرب لا رؤية لك في هذه المباراة أنا بقول لك موسيماني ما كانش موجود النهاردة موسيماني ما كانش دماغه موجودة النهاردة في ملعب النهاردة قالك موسيماني لو استمر مع الأهلي لنهاية الموسم نص الأهلوية هيفلسعه نص الأهلوية هيتشله وهيتجلته هيموته بسبب عمنا بيتس وموسيماني قالك أنا مش قادر أستوعب يعني كهربا برا وتلعب لعيب مش قادر يجري زي ميكيسون لعيب قصير ومش عارف يجري يعمل خطوات في الملعب وبتقعد كهربا اللي هو أحسن لعب في مركزه لو جاب ليقطه الفنية والبدنية ولعب بشكل مستمر محدش هيوف قدام كهربا بتقعد كهربا برا القيما نيائيا قالك فين حسام حسن محمد شريف مش موجود وصحيح محمد شريف مكانش موجود النهاردة غير الكورة بتاعت الهدف محمد شريف يا دوب جاب الجون حد الشافتاني محمد شريف وأعتقد الجون اللي جابه محمد شريف سهل جدا أي حد يجيبه مهاجم بإمكانيات محمد شريف كان استحالة ضيع كورة زي بتاعت النهاردة الهدف بتاع الأهلي في يوتشون عايز أقول لك كمان النادي الأهلي النهاردة شوف احنا قولنا ايه؟ قلت لك موسيماني وحش والأهلي لعبة كتير كانت وقعة بدنيا وقفشة كان وحش ولعبة كتير مش موجودة ولكن بالرغم من ده النهاردة النادي الأهلي له كورة فيها ضرب الجزاء واضحة الكورة بتاعت أكرم توفيق اللي أنا بسأل أكرم توفيق يا أكرم يا حبيبي الكورة مش روح وقلبه ومعفرة وبس الكورة دماغ كورة زي دي يا أكرم انت مضروف فيها كورة زي دي لعبة الزمالك بتتنشأ على نصها ما تشوفوا يا أخواتنا لعبة الزمالك بتعمل ايه؟ لعبة الزمالك محدش بيلمسهم ما بيصدق بس لعب يقول له بخ بخ يروح رامي نفسه في منطقة الجزاء ويستمود انت النهاردة كريم ندفد ملعبش الكورة أصلا ملمس الكورة وداخل بالاسترزات في رجبة أكرم توفيق خلاص يا أكرم استمود بقى خلاص مش لعازم مش وقت جرنته وروح انت في منطقة الجزاء ضرب الجزاء ونجيب جن ونكسب وخلاص لا هقوم وعافر وكمل في الكورة ليه؟ ليه؟ أقع زي ما اللعين ما بتقع ده انت النهاردة في الشوت الأول بالكورة بتاعت محمد الشناوي لبس انذار بالرغم ان هو ملمس لعب فيوتشر اللي هو احمد عاطف شفت احمد عاطف استمود ازاي؟ كأنه واحد دربه بالنربط النصف من الملعب وراح رقم نفسه مرديش يقوم عشان يلبس الشناوي طارد مش انذار فانت النهاردة الكورة بتاعت اكرم ليه يا اكرم بتقف يا اكرم؟ انت لعب نادف يوتشر اللي هو عمنا اللي بضلنا نعالج فيه اربع سنين عم ندفيد وخلاص استقتل عم ندفيد وقولك مش هلعب كورة تاني ومش قادر اول مرح فيوتشر اول ماتش يلعبنا يلبسنا جون ويخسرنا نوتتين فانت عم اكرم النهاردة كورة ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس ولو انت وقعت هنرجع للفار الحكم هيرجع للفار لكن اكرم قام كأن مفيش حاجة حصلت لحتى رفع ايده للحكم ولا قال الكورة ضرب الجزاء يا كابتن ولا اي حاجة قام وجري طب يا عم اقع انت وقعت اصلا خلاص نام بقى خلاص مفيش معافرة بقى متنام وتسكت وناخد ضرب الجزاء ونخلص الماتش لا انا هقوم وهقف اعتقد الكورة دي كان فيها شبهة ضرب الجزاء وكنت اتمنى اكرم توفيق يقع فيها عشان الحكم يكون في ضغط عليه للرجوع للفار زي ما بنشوف لعب نادي الزمالك عايز اقولك النهاردة صحفي احمد عبد الباصت واللي دايما بينفرد بتشكيل منتخب مصر والرجل له الناس اللي داخل المنتخب يعني بيعرف يجب منهم التشكيل باسرار قط اللبس بكل حاجة وده شطارة بالنسبة له يعني نهاردة قال مصيبة الخبر اللي قاله احمد عبد الباصت النهاردة ده لابد من التحقيق فيه دي فضيحة فضيحة في الدوري المصري الممتاز اذا لم يكن لك تحقيق فنبطلها وبلاها كورة ونلعب كل واحد قدام الشارع قدام بيتهم قدام محنان ولا مبيتهم عبير نهاردة احمد عبد الباصت قالك عبدالله السعيد ومحمد حمدي لاعبة بيراميدز اشتركوا النهاردة قدام مبي ماتش امبي مبارح وهم مصابين بالكورونا عشان يلحقوا امم افريقية لان مفيش ماتشات تاني البيراميدز لو ما لعبوش الماتش ده هيبقوا بعيد عن منتخب مصر والراجل مش هيخدهم معاه في منتخب مصر دي مصيبة ربطة الاندية بقيادة احمد دياب او اتحاد الكرة بقيادة احمد ميجاد لابد من عمل تحقيق لمعرفة مدى صحة هذه الاخبار والانباء واذا صحت الوقع اللي اتنين دول يتشطبه انت النهاردة تخطيت مسألة انك بتتلاعب بروحك انت وبتحط نفسك في موقف خطورة الى انك تنشر فيروس في وسط 30 لاعب 50 لاعب لان الفيرتين هيتضروا فرقة بيراميدز ما بياخدوا بعض بالحضن بعد الليجوان ويبوسوا بعض واحضان دافئة فرقة امبي بيبقى فيه سلامات قبل الماتش والزيك وبتاعه واحضان دافئة 11 هنا و11 هنا بخمس تغييرات هنا بخمس تغييرات هنا بتتكلم عن 30 لاعب لو واحد بس لا تشوف هيتلا يقعد كم واحد برا فالنهاردة دي فضيحة لا يمكن السكوت عليها واذا صحت الواقعة زي ما بيقول احمد عبد الباسط النهاردة لابد من ايقاف اللاعبة دي على الاقل 3-6 شهور لان الموضوع ده خطة انك بتتلاعب بصحتك انت لا ده انت بتضر صحة لاعبين اخرين وبتنشر الفيروس فيه الدوري المصري الممتز طيب كابتن حمادة عبداللطيف دايما بقولك حمادة عبداللطيف ده في حتة تانية حمادة عبداللطيف ده واحد شبعان على طبلية ابو والناس الكبار فاهمين يعني ايه واحد شبعان على طبلية ابو بالرغم انه بيطلع في قناة الزمالك وبالرغم ان الكلام اللي بيقوله ده ممكن يخلي بتوع القناة ماشوه عشان كده بيغضب كماهير الزمالك لكن الرجل بيقول كلمة الحق قال لك كابتن حمادة اللي دايما خالد الغندور بيحاول يقلل من انجازات الكابتن محمود الخطيب وصابقا ايام ميكروباس المحور برضو بتوع الميكروباس كانوا بيقللوا من امكانيات الكابتن الخطيب وكان يطلع قول لك هو الخطيب عمل ايه المصر خطيب عمل ايه المصر والخطيب قدم ايه المصر النهاردة الرجل على قناة الزمالك بيقولك ايه قال لك مصر لو عندها دلوقتي واحد بحجم الخطيب مع التطور اللي حصل في الكرة مش بعيدك ان نوصل ادوار نهائية في كاس العالم والله انك رجل محترم يا كابتن حمادة في خناءة دايرة على السوشيال ميديا ما بين كابتن ابراهيم سعيد وما بين احمد عيد عبد الملك خلينا اقول لك ان في ناس على السوشيال ميديا بتمقى الاضواء مختفي عنهم هم شطار في الحتة دي بيعرفوا ازاي يصلطوا الاضواء عليهم عن طريق ان انا اجذب الجمهور ان انا اقول تصريح ان انا اطلع اعمل فيها حامل حمة والواد الدرع والسيف بالنسبة للنادي بس انا اصلا من جوايا انا بتاع سبوبة وبتاع مصلحة انا بتكلم في العموم يعني نعاردة كابتن ابراهيم سعيد راجل نجم كبير ما فيش شك لو حطت اよね ابراهيم سعيد قدام احمد عيد عبد الملك ككورة لا تاريخ ابراهيم سعيد غير هي تاريخ ابراهيم سعيد وامكانيات وقدرات ابراهيم سعيد على الرغم من اختلاف المركزين لكن ابراهيم سعيد كان في حتة تانية معلش يعني وهو احمد عيد عبد الملك اقصى حاجة عملة يوactus لعب لزا مالك بس ده كان دور انجليزي و حاجة محترم orders شايف ان امراهيم سعيد برضو على قده من اللي ماسكوتش من اللي عايز ياخد السوكسيه بقى وياخد الجماهير في صفه أحمد عيد فقال ليه يا أحمد عيد على إبراهيم سعيد رد عليه قالك الكابتن الدولي مش عاجبه حد وبيقطع في كابتن من كابتن الزمالك ومركز معاه قوي يا ريتي ريح ويهدى ده قد ولادك يا جدع أنا عارف انه أكل عيش بس مش كده اه صحيح انت جيت للزمالك ومخدتش ولا بطولة ومشيت واخد بالك فقابتن إبراهيم سعيد رح منزله فيديو وهو بيتمنى انه يروح للنادي الأهلي صحيح في فيديو لأحمد عيد عبد الملك على فكرة وهو بيقول شرف لي ان نروح للنادي الأهلي واتمنى ان نروح للنادي الأهلي ولعب للنادي الأهلي هيبقى تاريخ وواواواواوا رح مش هيرل الفيديو قال لي شوفت شوه ده الأهلي اللي انت كنت مش عارف ايه ففيه صراع وفيه تنافس على السوشيال ميديا ما بين إبراهيم سعيد وما بين أحمد عيد عبد الملك طبعا جمهور الزمالك وصفحات الزمالك واقفين في صف أحمد عيد ونازلين شتايم وهتك يا سور لإبراهيم سعيد والرقص ومش الرقص وشغل قلة أدب والخمرجي ومش الخمرجي منتهى قلة الأدب إنك تحول صراع شخصي ما بينك وما بين شخص إلى كلام في الأعراض أو في الزمم أو في الحياة الشخصية أنت مالك بتتدخل في حيات إبراهيم سعيد الشخصية ليه يرقص ما يرقصش يشرب ما يشربش أنت مش ربنا إبراهيم سعيد له رب رب لكون كله هيجازينا وهيكافئنا اللي عمل خير هيتجازه خير اللي عمل شره هيتحاسب عليه أنت مين؟ أنت مين عشان تطلع تتريع على حد أو تشتم حد لمجرد أن لاعب قال رأيه ده على كده بقى جمهور النادي الأهلي يتعمل له تمثال جمهور الأهلي اللي واحد زي رضا عبد العال اللي النهار عمال يسلخ في العبت الأهلي وفي جهاز الفني للنادي الأهلي والجامير ما بتشتمش واحد زي عمر الدرديري اللي النهار عمال يخبط في الأهلي والعبت الأهلي وبيتكلم على حاجات غير عقلانية تماما ومحدش بيتكلم عليه ولا بيشتمه ولا بيتاريق ولا 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 ليه كده؟ لنوصل بالخلاف لمنتهى قلة الأدب والبجاحة والوقاحة من عدد من الجماهير ما بقولش الكل طبعا لأن في ناس مشترمة من جماهير نادي الزمال خلصت أكبرنا ما خلصتش حكايتنا هاستنى كل وراءكم وتعليقاتكم أكيد شكرا لكم سلام عليكم